ممكن يزيد من ضمن المنظومة اللي تتكلم عنها ما أذكر أحد ولا أبغى أذكر اسمها أنا أبغى أتكلم في الموضوع اللي الآن أتحدث فيه اللي جاز يسير في إسقاط بعض طريقة شنيعة على الهواء والله مقزز على الشاشة جميل يزيد جاهز معنير صحي شباب يزيد يزيد صباح الخير أهلاً وسهلاً بك يا أخي عبد الله حياك الله الله يبارك فيك ومسي على أبو سلطان والأستاذ علي الغامدي تفضل أقول طيب يزيد خلني أقول لك يعني بكل صراحة أنت سمعت كلام الأستاذ سلطان وسمعت كلام الأستاذ علي تبريرك على الموقف اللي حصل الشيء الله يعطيكم العافية أنتم يعني بكل صراحة كذا أنصفتوني تكلمتوا عن الموضوع الحدث ثم نخلتوني أداخل بحيث أني أقعد يعني أبرر أو أوضح الفكرة بشكل أكبر أنتم الآن والله أشبه بأنكم حدتوني على قصاي في شيء ما كنت ودي أقوله ولكن الآن وجب علي أني أقوله طبعاً زملائي كلهم عينين في راس ما في تفرقة يزيد بعد ذلك حرك المايك حرك المايك اللي تحت لا اللي تحت العفو مني طيب الصوت الآن واضح فضل ممتاز الآن أقول لك ما في تفرقة بيني وبين زملائي كلهم كلهم عينين في راس ما في اختلاف لكن في أمر يعني خافي عن الناس وخافي عنكم أنتم تماماً أنا كنت محتار في أني أختار أي واحد من زملائي طبعاً إن اخترت أي واحد والله هي شيء مؤلم لي لكن هذا حق مشروع لي أسنتها لداره والبرنامج صح صح اللغة التهديد صريحة ونحن رجال لا نقبل بلغة التهديد أيًا كانت من هذا الشخص فأنا كنت محتار بعد هذا المر قررت أني أختار برزيقة هذا الأمر يعني يعني يزيد أنت جاك تهديد من برزيقة أنه لو أخترتني ما راح يحصل لك طيب ما يحصل لك طيب قال إن كذا باللفظ هذا إذا أمك حلبت على خشمك سم محترتك أسلم أقول لك قال لي إذا أمك حلبت على خشمك اختارني اخترته علمت فعلي أنا كنت محتار وبيض الله وجه أنه حطني خلاص حسمت هذا الموضوع بعد الكلمة اللي قالها لي لأني أنا والله محتار إليه قبل الفقر بثلاث دقائق وأنا محتار من اختار طيب يزيد كم معكم أحد يسمع هالكلام أتوقع ثلاثة من زملائنا لأنه لازم نناقش الموضوع هذا بعد الهوى إن شاء الله أبد نناقش هذا الموضوع وكذلك حتى كل صوت برزيقة بالفندق عند الزملاء كلهم كذلك هنا قدام مدير الإعداد مشاريع تيبي قال لا تختارني يزيد سم موضوع الكلام اللي يدار بينكم بينها غير مبرر في موضوع ذكر الإسلام الآن لأنه أنا ذكرت ووقفت معك الفكرة اللي أنت أديت أنه ممكن يكون على رصيد لكن أعتبت عليك في التبرير يعني يا شباب الله يرضى عليكم انتقوا تبريراتكم وتصريحاتكم أنا معك أستاذ علي بسلسة محترمي ليس كل ما يقال تحت الشاشة يقال على الشاشة طيب صدق أخوي وخوك وهلي وهلك يعني نكون شوية نوع ما يعني لذيذين على الشاشة لا نكون مقززين نوع ما على الشاشة لا يزيد الله يرضى عليك افهم لي سب يعني أنا أعتبت في فكرة أنك لما أسقطت على برزيقة لم أعتب عليك في إسقاطك على ليش اخترته من حقك تختار الرجل هذا أعلى رصيد لأنه هذه وجهة نظر صحيحة كذلك أنا ببرامج واقع سابقة اخترت فلان سعد القحطاني زميلي من 11 سنة ببرامج واقع زملت متسابق ومقدم وكل شيء واخترته وأسقطت في أحد البرامج اللي قدامي كان فيها ولا بررته ما يحتاج عارف ليش تبريره هو كان على مني رصيد لكن لا يجوز هذا التبرير على الشاشة طيب ممتاز أفهمني يا يزيد الله يرضى لي هذا كلام سليم وأنا تعلم منك يا أستاذ علي لكن أسمح لي بس أعطني نقطة كلهم متقاري وكلهم شدين حيلهم يعني أنا قلت لزياد أنت يعني عتبت علي قبل شوي أني بررت عند زياد أنه كانوا برزيقة يعني صار برزيقة واكب زملائه بأنه شد حيله يعني هذا زملاء كلهم عندك أصير ما لك حقية تذكرها طب هو سألني ما لك حق تذكرها أنا طيب أنت لا لا ما لك حق تقول ممكن لأنه كان أفضل رصيد بس ما تذكر أنه والله كان متخلف عن زملاء فم عادي لزملاء ما لك صلاح فيه لا 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 أنا حسبت علي أنه عشان المتميز ما حسبت عليك يا أخي قصة التميز هذا يعني أنا كلنا أريد أنه متميز يا زيد يا زيد أول شيء أرى أن أعلمك حاجة واحدة سامك يعني نفس الكلام الذي أنت ذكرته ضد زميلك يعني أنا أريد أنكم ناقشته تحت الهواء ونحلتها الأمور ما تدخلون الفقرة وأنتوا بينكم شيء هذا واحد الأمر الثاني يعني أنا أستغرب من بورزيقة أن يقول هذا الكلام حتى مهما كان هدفه لوصوله للنجم الأسبوع ما توصل إلى درجة التهديد بهذا الشكل زيد الأمر الثاني المفروض برضه يعني قبل ما تطلعون على الهواء تناقشونه حتى لو مع الإدارة تعالوا يا أخي هذا اللي حصل أو بعد ما خلصت الأمور توضحونها الأمر للإدارة حتى تناقش الأمر أما مسألة أنك تقولها لنا الآن في فقرة القرناز والموضوع أنتها لها 24 ساعة وبورزيقة هم موجود فعرفنا الحين الموضوع أنا كان ما أخذه من زاوية أخرى لكن مدى من وصلت إلى موضوع التهديد وموضوع أنه أنا اخترته بناء على أنه هددني يعني هذا شيء غير مقبول أنا كنت محتار أنا قلت لك يا أبو سلطان أنا كنت محتار كذلك أنا لي شوفوا يا أبو سلطان أنا استخدمت حق من حقوقي أنا لم أتطاول على شيء ولم أنقص من شيء استخدمت لكن تبرير يكينا في الكمفش الروم ما حدناك على أكساك لا لا أنا معك ما حدناك على أكساك يزيد أنا معك أنت كان حديد في صدرك وتريد إخراجه فقط لا نريد طيب أنا أنا بقول لك ما حدناك على أكساك يزيد في ناس اللي يكلم الأستاذ عبدالله الجميري طيب الأستاذ عبدالله الآن أنا أقدر أصرح لك أنه في ناس من الإعداد أو من الإدارة قالوا ليش تختاره ليش تختاره ما لك صراح ما لك صراح من اللي قال لك من إدارة الإسلام عبدالله أجميري اللي يكلمك يسمحني أقول اسمه ولا لا الآن بلربيز اللي يكلمك عفوا أنت يزيد سألك أبو سلطان اذكر لي هل أحد يزيد يزيد معلج من اللي قالك لا تختربوا الزيقة منها بس أنا أبغى الكنترول الآن يسمحون أقول اسمه ولا لا هم يعرفون أقول اسمه ما عندي مشكلة أنا شوف عطني اسم ما في مشكلة عطني اسم يسمحون بس أنا يعني أبو سلطان لك كل التقدير والاحترام ولكن مهنيا وإعلاميا أنا أقدر حتى الكيان اللي أنا موجود فيه يسمحون الكنترول أنا موافق قال لك بالاسم لا تختار أبو رزيقة يقال ليش تختاره ليش ليش تختاره قلت أول شي ما ليش أنت تملي علي هذا حق من حقوقي أنا أستخدمه أبو رزيقة علي فارس السيد أحمد الحبشي ما في تفرقة بينهم أنا أقول الشخص اللي من الإدارة أو من الإعداد ناقشك فيها الفقرة غير موفق أبدا هذا الأمر يعود لك أنت شيف أبو رزيقة أنا ودي أنتم كزملاء بينكم يعني مدام الأمور وصلت إلى التهديد ووصلت إلى الأمور لا هذا الجانب ثاني تنظر لها الأمور بجانب ثاني لكن مسألة أني أنا أشوف زميل مجتهد وتعبان المفروض أني أساعد في هذا الشيء لكن ما توصل إلى مرحلة أنه قبل ما يدخل على هو أنه يهددني يقول ترى إذا استخدمت ضدي ما رح يحصل لك خير لا هذا غير مقبول نهائيا لا من أبو رزيقة ولا من غيره هذا الكلام يا سلطان وأدري أن هذا الكلام يزيد عشان الوقت بس يزيني بس أنك سوال سامت فضل بعد ذلك أنت كنت موجود من ضمن الحاضرين في الحصالة أنت أشرت صحيح؟ أشرت لمن؟ أخترت أشيرنا الحمد تأشير الحمد سعود هو على منصة الحصالة وش تقول له وش كان هذا فيك؟ أنا هدف هنا الشرعة يعني أنا أعطيه يعني جرعة إيجابية جرعة حماس شوي لأن الرجل هدوءه على المسرح كان مربك لنا فأنا أبغاه يعني يحل أبغاه أن يشد حيله شوي هذه المسألة بس وأنت وش دورك أنت عشان تحفز الناس بهالشكل يعني؟ طيب وش دور الإعداد يوم أن يقول لي ليش تختاره برزيقة؟ بترجع لي على فقرة الإعداد أنا أقول لك يا بو يا بو سلطان يا زيد لا تدخل الأمر في بعض أنا أسألك أنت ليش تأشر له بطريقة معينة ليش تحفزه أنت؟ طيب ولي معه موم برضو جملائك؟ أبو رزيقة تحداني قال إذا كان أمك حلبتا على خاشمك يعني أنت برضو واللي أمامي اللي يشوف أنت برضو مارست الشيء هذا ضج برزيقة يعني أنا حق من حق أنا لغششتك ولا ساعدتك ولا سويت شيء أنا استخدمت حق من حقوقي قدامي حمد حمد هو اللي كان كل الأطراف أبو رزيقة أو سلطان القحطاني كانوا كلهم متحمسين يبيجاوبون حمد كان أنت أرجع للمقاطع وشوفها يا بو سلطان كان فيه هدوء مربك لنا أنا والله لا برزيقة أقسم بالله أنا أقولها ولأني مجهور أقول الكلام ذا والله ما أتمنى خروج لا أبو رزيقة ولا حمد ولا سلطان واضح 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 أحد واضح واضح هذا حلف شكرا لك ما عندي وقت يعطيك العافية يا زيد وطبعا لبرزيقة كل الحب والتقدير والاحترام ولها حق الرد ولكن غير موجود معنا اليوم في برنامج الفرصة الموضوع يقاس من عدة جهات